الأطفال بقى الأكبر اللي هو ست سنين فما فوق احنا بنكال بقى الوقت عن المشاكل أو مشاكل زيادة الوزن عند الأطفال قلنا مشاكل زيادة الوزن عند أطفال الصغارين اللي هو تحت عمر ست سنوات طيب ست سنوات بقى فأكثر آه هنا بقى المضاعفات والمشاكل بتكون أكبر وأخطر مضاعفات ومشاكل زيادة الوزن عند الأطفال اللي عمرهم ست سنين فأكثر ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر فترة مراهقة بداية شباء خلاص المضاعفات هنا أخطر وأخطر يعني أخطر قصدي وأكبر زي إيه لا قدر الله ربنا يعافي الجميع زي زيادة القابلية جدا لإصابة هذا الطفل أو هذا المراهق أو هذا الشاب بمرض السكر من النوع الثاني تمام؟ طيب إيه تاني من مشاكل زيادة الوزن غير ارتفاع نسبة الإصابة أو ارتفاع القابلية الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني ارتفاع ضغط الدم ياه ضغط الدم له علاقة بالوزن آه طبعا له علاقة بالوزن الزائد وأنا أتذكر بكل خير هنا في يحكى أن أستاذنا الأستاذ الدكتور سامح شاهين أستاذ أمراض القلب ورئيس جماعة القلب الأسبق جماعة القلب المصرية لما قال إن في حاجات في ارتفاع الضغط لما كنا بنتكلم معاه عن ارتفاع ضغط الدم جاب لنا سيرة زيادة الوزن وقال لنا الناس مش مديه اعتبار للموضوع ده آه زيادة الوزن ترفع الضغط وهذا ما يفسر إن في قطاع عريض جدا من الشباب والبنات صغيرين في السن وتفاجأ إن عندهم ضغط أو عندهم ارتفاع في ضغط الدم وبياخدوا أدوية فهمتوا قصدي؟ طيب إيه تاني من مشاكل؟ ارتفاع نسبة الكوليستيرول والدهون الثلاثية عن المعدلات الطبيعية وده خطر قوي على القلب وعلى الشرايين وكلام ده كله إيه تاني من مشاكل؟ زيادة الوزن عند الأطفال عند سن ست سنين فأكثر حاجة اسمها متلازمة اضطراب الاحتراق يعني الاحتراق بتاع الجسم يعني بتاع مش الجسم قصدي بتاع الغذاء اللي بناكله في جسمنا وإحنا بنكل الأكل ده عشان يحصل عملية اسمها الاحتراق عشان تطلع علينا طاقة ونبني عضلات ونخزن حاجات يعني عملية معقدة كده خلاص؟ كل ده مبني أو يدخل تحت اضطار حاجة اسمها الاحتراق أو الميتابوليزم خلاص؟ التمثيل الغذائي كنت بتتدرس كده في كتب المدار الزمان التمثيل الغذائي خلاص؟ اللي هي الميتابوليزم بيحصل حاجة اسمها متلازمة اضطراب الاحتراق إن اللي عندهم زيادة في الوزن دول الأطفال فوق سن ست سنين يحصل لهم الحكاية دي يحصل لهم كمان مشاكل في العظام ومشاكل في المفاصل وتحديدا منطقة الركبة والفخدين بتكون الأمور هنا يعني أولا بيكون عندهم آلام شديدة في الركب والفخدين ولقدر الله يا رب لقدر الله عندهم قابلية للكسر أو الانزلاق الغدروفي الانزلاق المفصلي مش الغدروفي الانزلاق المفصلي يعني المفصل نفسه المفصلي مش الغدروفي طيب إيه تاني من مشاكل زيادة الوزن؟ الألأ والاكتئاب هتقول ليه أطفال عندهم اكتئاب أقول لكم أيوة التعرض للتنمر بيبقوا عرضة يعيني للتنمر دايماً اللي عندهم مشاكل في الوزن وزي ما قلتلكم مشاكل النوم بقى مش إن النوم الليلي بقى إحنا قلنا في الصغارين النوم ما يبقاش منتظم وبالتالي المناعة تتأثر لأ هنا بقى مشاكل النوم بتاخد شكل تاني لقدر الله إلى الدرجة اللي ممكن يحصل فيها حاجة اسمها توقف التنفس أثناء النوم وتوقف التنفس ده مش بعد الشرق مش حاجة يعني دائمة وإلا يحصل حاجة يعني حاجة وحشة أوي لا أنا بقول لكم فترات كده ينقطع فيها التنفس ده بيأثر على المخ خلوا ولكوا أوي بيحصل كمان إيه أنا آسف على اللي أنا بقوله بس لازم تقتنعوا إن زيادة الوزن مخطره زي قلة الوزن بالظاف زي نقص الوزن إيه تاني غير اللي إحنا قلنا ده كله فيه آه والله لسه فيه فيه اضطراب الهضم يعني مشاكل الجهاز الهضمي فيه قابلية لتكوين حصوات فيه المرارة فيه إنه يحصل اضطرابات في الدورة الشهرية عند الفتيات عند البنات خلاص؟ طيب قلنا كده أو استعرضنا مع حضراتكم إيه هي مضاعفات زيادة الوزن وبدأنا كلامنا عند الأطفال الصغارين الردع واللي تحت عمر ست سنين دول قطاع أو الأطفال اللي عمر ست سنوات فأكثر خلاص كده؟ واستعرضنا هو بكل تفاصيل إيه هي العواقب والمخاطر والمشاكل اللي ممكن تحصل طيب ترجمة نانسي قنقر